السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف كنت مننا دائما انكم تكونوا باحسن الاحوال افسحها جيدة وانتم تشاهدوا الفيديو اليوم سنشارك معكم كاك اللبسات يخفيفه اسفنجي ومعلك بوحد الخلطة اللي تزيد تعطيه وحد لدة خطيرة يجي معلك والديد بزاف والمكونات دياله جد بسيطة ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يعجبكم بزاف بزاف ندوزو مباشرة باش نشوفو المكونات والطريقة ديال التحضير في نفس الوقت اول شي غادي نوجد الخلطة اللي غادي تزيد تعطيه لهاد الكاك لدة اللي رائعة اشنو غادي نحتاجو فهد الخالات اربع ملاعق كبيرة ديال جوز الهند ومن الاحسن انها تكون نوعية جيدة مكين محسن من جوز الهند اللي تكون ميددم هو اللي تكون زوين بزاف وغادي نضيف واحد جوج ملاعق كبيرة ديال الحبيباس ديال الشوكولة وملعقة كبيرة لمملوقة ديال كاكاو المر بدون سكر انا كنغرب له حتي يكون شوية هكا مجموع دروري كنغرب له وغادي نضيف نضيف له جوج ملاعق كبيرة ديال اللوز كونكاسي اللي محمر او اللاي اللي عندكم اللوز حمروه وهرمشوه عندكم اللوز اللي بالقشرة حمروه وهرمشوه عندكم اللوز اللي بالقشرة ديالو حمروه وهرمشوه المهم اللي بغيتو ما كانش عندكم اللوز تقدرو تديرو كوكا ولكن الصراحة انا كنديرو ديمة باللوز كيجيزوين بزاف خلط المكونات مذيان حتى نساجمو صافي وخليتو جانبا وغادي ندوز باش غادي نوجد المول تقدرو تديرو المول باي شكل بغيتو انا اليوم بغيت نديرو انا بهذا الشكل هذا دهنتو بالزبدة وتقدرو ايضا تدهنوه بالزيت وغادي نرشو بالدقيق الابيض ونحطوه جانبا ودابا عد غادي نبدا نوجد الخالط بالنسبة لمكونات ديال الخالط ديال الكاك غادي نحتاجو جوج حبات ديال البيض ويكونوا بطابة الحال بدرجة حرارة الغرفة تمانية جرام من سكر الفانيلا او ممكن تستعملوا الفانيلا السائلة كاسئلة ربع من السكر حبيبات ورشة من الملح وغادي نطرب هاد المكونات مزيان بغيتو تستعملوا الطراب اليدوي بغيتو تستعملوا الطراب الكهربائي غادي يبقى لكم الاختيار اهم حاجة انكم تطربوا مزيان البيض والسكر احتاجي ضاعف الحجم دياله وكيولي اللون دياله فاتح مايل للبيض انا دائما في هاد المرحلة هدي كنفضل انني نستعمل الطراب الكهربائي ومن بعد كنكمل بالطراب اليدوي فقط فكيف ما شفتوا معي بقيت كنطرب وغادي نضيف اقل بقليل من نصف كأس ديال الزيت يعني ما واصلش نصف كأس من الزيت ما يعادل بالضبط 90 ميلي وغادي نضيف وغادي نضيف علبة ديال ياغور الطبيعي بيدون سكر ونرجع نخلط مرة اخرى ومن بعد غادي نبدأ كنضيف الدقيق الابيض غادي نضيف هنا الكأس الاول وبتابعة الحال الدقيق دي ما كان غرب له ولا قدرنا نغرب له حتى جوج مرات يكون مل احسن نغرب له المرة اللولة ونغرب له المرة الثانية ونضيفوه الخالات مغيتو تغرب له مرة واحدة بيبقى لكم الاختيار من اللي ضبت هنا يا الكأس الاول خلط المكونات مزيان وهنا غادي نضيفوه الكأس الثاني انا درت بالضبط جوج كؤوس ديال الدقيق الابيض كل كأس فيه مية وعشرة جرام يعني المجموع ندرت ميتين وعشرين جرام ديال الدقيق الابيض هنا من اللي كنخلط غادي يباليكم ان الخالات راه تقيل يعني تقيل على القوام ديال الكاك ولكن احنا مازال غادي نضيفوه واحد المكونات اخر هنا غادي ندير خميرة الحلويات كنستعمل هادي فيها 15 جرام حتى الخميرة كنغرب لها ونخلط حتى كنساجموا المكونات مزيان كتشوفوا معي الحالات راه تقيل هنا غادي نرجعو نخفوه عشنو غادي ناخد ربع كأس ديال الماء الماء بدرجة حرارة الغرفة ماشي بارد ماشي سخون كيف ما خديسوها كامر روبيني ولا كتاخدوها كالمدية القرعة المهم يكون بدرجة حرارة الغرفة ربع كأس ديال الماء وضفتليه ملعقة كبيرة من الخل وغادي نضيفو الخلات ديال الكاك ونخلط مزيان حتى كنساجم الخلات ديال الكاك مع هاد الماء اللي ضفنا لهم على الخل وغادي ولي عندي خلات يعني القوام ديالو كيف ما الكاك العادي القوام ديالو بهاد الشكل هادا ماشي خفيف كتر من القياس وماشي تقيل دابا مباشرة غير خلطت مزيان حتى نساجم جميع المكونات وجبت المول ديالي اللي ديما المول ديال كاك نوجدوه واللو والقبل من نوجدو الخلات نوجدو المول ديالنا باش غير نوجدو الخلات نديرو في المول ندخله الفران ندرت الخلات بهاد الشكل ودابا غادي نجيب الخلات اللي وجدنا في الاول ديال جاوز الهينت والشوكولات والكاكاو وغادي نبدأ نضيفو الوجه ديال الخلات سبق لي وشاركت معاكم واحد الكاك بحال هادا بهاد الخلات هادا ولكن درتو في المول اللي طويل اللي عندو داك الشكل اللي طويل وحتى هو جا زوين بزاف كيبانو الطبقات كتبالك هكا طبقة ديال الكاكو كيجي هاد الخلات في الواسط يعني كيجيو الطبقات غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفة في صندوق الوصف اللي بغا تشوفو راه كيجي زوين بزاف دابا انا غادي نزيد واحد الاضافة اللي هي السكر الاسمر غادي نزيد واحد الرشة جد السكر الاسمر وكيبقى اختياري اهنا ركزوا معاي راه غير اختياري اللي عندها السكر الاسمر اتدير رشة اللي ما عندهاش ما تدير والو لما عنده السكر الاسمر ما تدير السكر العادي ما تديروا لا سكر لوالو ومن بعد اختيت ملعقة وغادي نبدا كدير Stelle هاد الشكل هادا الملعقة moving وصلوها حتى القاعدة المول يجب عليكم غير من الوسط الفق من الوسط الفق بلا ما تنزلوا حتى القاعدة لكي يجدك الشكل في الوسط والفق بلا ما يجينا للتحت يقلون الو أبيض وما نخلط الخلط كامل نخلط بلاسة ونخلي بلاسة في غير كامل بلاسة فج Corinthians ونحن فيها كالذي بخلاحة ندخل الفران قبل ما تدخل الفران زيدي عليه ملفق الرشة الحبيبات شوكولة يجب ان يدخله الفران كيف شكنا ندخل الفران بارد كان واحد من قبل بقيمة 180 دراجة من اللي يرا الكاك تحمر من الجوانب يعني را تحمر من التحت كنزيد كنشعل حتى الفوق باش كي تحمر من الفوق صفي وكنخرجو بطبيعة الحال كلها سيدة طيب بالطريقة اللي كتناسبها على حسب النوعية دي الفرن اللي عندها اخر اضافة اللي غادي نضيف لهذا الكاك اللي هو الكراميل كيزيد كيعطيه واحد تعليقة اللي خطيرة والمدق ديالو كي تواتب مع هاداك الشوكولات مع جوز الهند مع اللوز كي جي خالات اللي خطير بزاف انا هنا البنات الكراميل اللي ضفت هو كراميل جاهز يعني غير كان عندي ما صيبتوش تكشي علش مشاركتوش معكم الى كان عندكم كراميل واجد او اللي بغيتو تصيبوه صيبوه بطريقة المعتمدة عندكم وضيفوه من الفوق ما نحتاجوش نضيفوه كيميا كثيرة ديال الكراميل غير القليل فقط باش كتزيد كتعطيه واحد لده اللي زوين زوين بزاف كانتمنى انكم تجربوه الكاك اللي بسيط بزاف ولكن المدق ديالو لديد فكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم ما كانتمنى تنال اعجاب ديالكم وان شاء الله تلقوا في وصفات اخرى اللي كيف العادة وصفات اللي كنشارك معكم هي بسيطة وفي متناول جميع وانا دائما كيجبوني الوصفات البسيطة فقط كنشارك معكم غير الوصفات اللي كيعجبوني ولي كنحضرها كف ايامي العادية وشوفوا معي هديك طبقة ديال الكاك اللي بيضة اللي بقت ملتحت ركتبان خفيفة واسفنجية وهذاك الخليط كيجيها كمعلك في الوسط في بلاسكين وبلاسلة وفي الفوق هكا عطي ذاك الشكل وحتى المدق كيجي خطير كانتمنى ان شاء الله تجربوها وصفة اللي اقتصادية بسيطة وسريعة والديد بسعب